بمناسبة ذكرى عيد القديس منصور ديبول اتحد المؤمنون في بيت لحم بصلاة علانية احلال السلام في فلسطين وانهاء الحرب في غزة ولبنان وقد شارك في الصلاة التي رفعت في كنيسة العائلة المقدسة لكريش عدد من الراهبات وجمع كبير من المصلين المزيد في رسالة الارض المقدسة بدعوة من رهبات المحبة ترأس الاب خليل مرون القداس الالهي والذي اقيم في كنيسة العائلة المقدسة الكريش في بيت لحم بمشاركة لفيف من الكهنة الاجلة وذلك بمناسبة عيد القديس منصور ديبول شفيع الفقراء وقد حضر القداسة عدد كبير من الراهبات والعاملين بمؤسسة الكريش التي تعنى بالاطفال الذين حرموا من نعمة الابوة وبمشاركة بعض اطفال المؤسسة الذين قدموا التقادم للهيكل كما حضر القداسة ايضا عدد كبير من المؤمنين من ابناء المنطقة الذين اتحدوا بالصلاة التي قدمت على نية احلال استلام وانهاء الحرب والفقر كما قدمت الصلاة من اجل المشردين والمحتاجين والمساكين مرمسور ديبول هو مؤسس بيهتموا بالتعليم بالمناشر الانجيل ومناشر كلمة يسوع بالاماكن المتروكي واللي ما حدا بيهتم فيها وفي كلمة الابي مارون جاء فيها يجب علينا ان نقضي بما صدع المسيح وان نعتني بالاخرين الذين هم بامث الحاجة للمساعدة نعزيهم ونساعدهم ونحيطهم بالرعاية اللازمة جوتي يا عبي المانور يدعيني حب المأهور حرب الفقر وهالشوع حب وجويك الموشوع وسلم حالي لا يسوع سلم حالي لا يسوع سلم حالي لا يسوع عمسا لك مر منصور وسلم حالي لا يسوع سلم حالي لا يسوع سلم حالي لا يسوع عمسا لك مر منصور نحنا هون المؤسسين من سنة 1884 رهبات المحبة موجودين نحنا مشينا على هالخطة مع أطفالنا الحلوين يلي أطفال مجهورين الأبوين يلي كل حبنا وكل عطائنا منقدمهم لأطفال صحيح نحنا بنعطي رسالتنا كتير مهمة هون ببيت لحم في مهد المسيح وفي مهد الكريش فأنا بمزجهم مع بعضهم فهن كتير بالنسبة للي هن حياتنا مثل ما نحنا بنخدم المسيح لازم نخدم هلأ كل الطفل بنشوف يسوع بغد النصر شو هن الأطفال وفي نهاية القداس أعطيت البركة للجميع حاملين في قلوبهم سلاما ونعمة من لدن الرب لنرسات مارلن الحدوى من كنيسة العائلة المقدسة بيت لحم موسيقى